وفي خلال اجتماع للحكومة أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الاعتداء الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق جريمة إرهابية جديدة لن تبقى من دون رد العالم أجمع يعرف أن النظام السهيوني لا يلتزم أي من المبادئ الإنسانية والمواثيق والمعاهدات الدولية نسأل الله تعالى أن يمنح المجاهدين في سبيل الله الفرصة لمعاقبة النظام السهيوني على هذه الجريمة والعديد من الجرائم الأخرى التي يرتكبها رئيسي قال أن العدوان الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يعكس مدى عجزه عن مواجهة المقاومة وفي اتصال أجره الرئيس السوري بشار الأسد به شدد رئيسي على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين لمواجهة جرائم هذا الكيان أما الرئيس الأسد فأكد أن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من استهداف القنصلية بدمشق يسب الأمر المستغرب لأنه بني على القتل وسفك الدماء